21 مليون دولار و800 ألف ده سعر أكبر ألماسة بيضة بتعرض للبيع فمزاد عالني ومشهورة باسم الصخرة الصخرة دي لها قصة وحققت أرقام قياسية وليها كمان صمعة عالمية خلونا نشوف إحكايتها 21 مليون و800 ألف دولار هذا هو المبلغ الذي جلبته هذه الألماسة التي تشتهر باسم الصخرة في مزاد لدار كريستيز في جينيف الصخرة وهي أكبر ألماسة بيضاء على الإطلاق تعرض للبيع في مزاد تزن ما يزيد بقليل على 228 قراط وهي في حجم كرة القلف تقريبا والألماسة تم استخراجها وسقلها في جنوب أفريقيا قبل عقدين تقريبا وحطمت الرقم القياسي السابق لأكبر ألماسة بيضاء تطرح في مزاد متفوقة على جوهرة تزن ما يربو على 163 قراط بيعت عام 2017 كما بيعت في نفس المزاد جوهرة صفراء اللون تزن ما يربو على 205 قراريط مقابل 14 مليون و300 ألف دولار وأطلق على هذه الألماسة اسم الصليب الأحمر رغم لونها الأصفر البراق نظرا لأن جزءا من عائدات بيعها سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جينيف اشتركوا في القناة